بجعنا معكم مع بطولة كأس الأمير لقفز الحواجز تحت رعاية أمير البلاد حفظ الله ورعاة تفاصيل كثيرة عن هذه البطولة رح نتحاور فيها مع ضيوفنا الفرسان أحمد المضاحكة وآلاء السلطان فارسة وأمين سر المساعد بنادي صيد والفروسية وعضو اللجنة المنظمة لكأس الأمير لقفز الحواجز حياكم والله ومنورينا الله حي في البداية نبنعرف عن استعداداتكم لهذه البطولة لقفز الحواجز أو شيء بسم الله الرحمن الرحيم وشكر موصول لكم من استضافتنا في هالبرنامج بالنسبة لبطولة سمو الأمير يعني بطولة ناطرين هالفرسان بفارغ الصبر صالنا تقريبا بحدود الشهر قاعد نستعد لها والاستعدادات يعني مثل ما قلنا على قدم وساق يعني سونا تغييرات جذرية في الميادين وعندنا وايد كلاسات رح ندش فيها إن شاء الله بالتفاصيل بالأسئلة العالية بذن الله إن شاء الله أحمد وردنا نعرف منك مدة هذه البطولة رح تكون اش كثر بالنسبة للبطولة هذه إن شاء الله رح تكون على مدى ثلاثة أيام خميس ويوم أو سبت الأشواط رح تبتدي كل يوم يختلف عن الثاني تغريبا أول يوم رح يكون من العشر للخمس وواجه لأيام نفس الشيء بالمناسبة نحب ندعي جمهور فروسية بالكويت للحضور إن شاء الله إن شاء الله بذن الله آلية وشروط وأشواط هذه البطولة يلي تعرفين أكثر عنها ونوجه يعني نوضح للمشاهدين واللي حابين يحضرون لهذه البطولة بالنسبة لأشواط البطولة يعني حرصت اللجنة منظمة المكونة من نفسي والأخ فهد الشرهان والأخ غازي الجريوين وجههم تحية من هذا البرنامج حرصنا أن يكون الثلاثة أيام موزعة يعني كثير ما نقدر من ناحية الأشواط فعندنا أشواط فئات عمرية وهذه أول مرة تصير يعني من ناحية المواسم فعندنا شواط حق تحت 14 سنة شواطين حق تحت 14 سنة عندنا شواط حق تحت 18 سنة وهذه تعتبر بطولة بحد ذاتها يعني فيها لقب وتتويج وعندنا طبعا الجائزة الكبرى حرصنا بعد حتى حق يعني وناسة الجمهور أن نحن ندخل لهم يسمونا فان كلاس يعني فكلاس ترفيه يعني وبالإضافة إلى الأشواط العادية يعني من عندك من 70 سنة للمتر واربعين فحاولنا أن نرضي يعني جميع المستويات منتاز هذا بحد ذات أتوقع تشجيع ودعم للي عندهم هذه الهواية بشكل عام يليت توضح لنا عدد المشاركين في هذه البطولة العدد في هذه البطولة إن شاء الله رح يكون تقريبا حروة 150 فارس مشاركين في هذه البطولة يعني هذه البطولة ضمن سلسلة بطولات أغاموها أجزاهم الله خير الأخوان في مجلس إدارة نادي الصيد الفروسية أعتقد هذه البطولة الخامسة كان في أربع بطولات تبع الهيئة العامة الشاب الرياضة كذلك عندنا كان أكثر من بطولة عن طريق الشركات خاصة دعمونا لكن هذه البطولة هي الأهم من ناحية جواز ومن ناحية مسمى يعني الحمد لله موسم كان جيد ممتاز آلاء ودنا نعرف أنت قلت كذا فئة رح يكونون فيه رح تسوونها في هذه البطولة صحيح فبغض النظر عن عدد المشاركين المنمم تعطي 12 أور 25% يعني ماشيين مع القوانين الاتحاد الدولي والبطولة كلها كأجواء عامة يعني تحمل الطابع الدولي لأنه عندنا طاقم حكام دوليين يائين من برة عندنا المصمم عالمي اللي هو المصمم أوليان في الثاني وهو يصمم حق أكبر البطولات العالمية وكل الفرسان يعني متحمسين أن يركبون كورساته يعني فنحب نوجه أيضا يعني أكمل على كلام أخي أحمد أن الدعوة للجمهور الكريم لأنه بالإضافة إلى الناس المهتمين بالفروسية إحنا مسوين يعني مثل كرنفال حق الحضور بالنسبة حق الأطفال بالنسبة حق الناس اللي يعني تحب يعني قعدات مطاعم قهاوي ويطل على ميدان الفروسية والأطفال لهم يعني وايد أنشطة يعني حتى بوني رايدز تلوين ففي وايد يعني أكتيفتيز فممكن الأطفال يستنسون والأهل يتمتعون يعني في البطولة حلو أنت قادت تدعونهم ولكن خنوضح لي المشاهدين آلاء متى راح تكون الفترة وأي يوم والتواريخ بإذن الله يوم الخميس راح نبتدي طبعا الساعة خمسة بحكم أنه دوامات ومدارس صحيح فمن الخمس اللي تقريبا عشر بالليل يوم الخميس يوم اليمعة راح نبدي كلاس واحد قبل الصلاة من الساعة تسع إلى الساعة دعش الكلاسات اللي بعدها كلها من الثنتين ونص ويعني طق وحدة الليل هم العشر بالليل يوم السبت اللي هو فيه الجائزة الكبرى راح نبدي من تسع الصبح وهم يوم كامل للساعة ثمان فيعني يوم اليمعة آخر فيه اللي هو الكلاس الترفيهي ويوم السبت اللي هو كلاس الجائزة الكبرى وفيه يوم اليمعة أيضا لقب الشباب اللي تحت ثمانة عشر سنة اللي يحب الصبح عندنا لقب الاندر فورتين ييرزولد يوم السبت الصبح إن شاء الله فنحب يعني نوجه الدعوة للمرة الثالثة يعني للجمهور هي رياضة جدا راقية وأصيلة والأجواء وايد عائلية طبعا فإن شاء الله نشوفكم هناك وإنتوا كأعلاميين طبعا شاء الله بدنا اللعي قواكم الله أحمد ودنا نعرف الإقبال من المشاركين من الفرسان نفسهم وأيضا رياضة تقفز الحوادش شون تشوفوا الإقبال عليها عندنا بالكويت طيب يعني نتكلم خلال آخر ثلاث سنوات يعني عدد البطولات نتكلم زاد موض ضعف حتى أكثر الجوائز المالية كذلك فأصبح الجيل الناشئين قاعد يزداد ما شاء الله بشكل ملحوظ يعني نتكلم في شوط الجائزة الكبرى اللي رح يصير يوم السبت إن شاء الله لو تلاحظ رح يكون فيه تقريبا من 15 إلى 20 واحد مشاركة هذا بالنسبة للفرسان الخبرى الأشواط اللي هي اللي تحت الـ 18 سنة وتحت الـ 14 فيه 60-70 شخص اليوم صار ينافسون على مستوى البطولات فالإقبال قاعد يزيد الحمد لله الحمد لله بالنسبة لك علاقتكم في السهل هذا مشترك لكم في الأثنين معاتش على أن بلش متى بلشتوا في هذا الرياضة وعلاقتكم فيها وشون بدت؟ طبعا الحين يعني ينصحون أن الواحد إذا بيبدأ في الروسية من 6-7 سنين نعم بالنسبة لي شخصيا بدت يمكن من عمره 12 أو 13 سنة من زمان يعني عندي ولعب الخيل بس كتدريب وشذي بديت يعني من 12 إلى 13 سنة بس هذا الرياضة يعني تميزة عن باج الرياضات أنه هي الرياضة الوحيدة اللي أنت تتعامل فيها مع كائن حي فهذا بروحها يعني ميز هالرياضة لأنه أنت كل يوم ظروف تختلف بالنسبة لك يعني ممكن يوم الحصاب مالا خلق أو أنه يعني مزاجة موزين في هذه أشياء يعني هذه أشياء ما يحس فيها إلا الفارس فهذه ميزة الرياضة أنه يعني فيه تشلنج كل يوم فيه فيه كل يوم تحدي أو سيناريو حق تدريبك غير عن الثاني وطبعا أخي أحمد المضحكة عارف يعني هالأمر على فكرة أحمد المضحكة في آخر بطولة وهو فاز بالجائزة الكبرى فحب ببارك له مبروك على هذا الأنجاز ومكفست في المركز الأول كلمنا عن علاقتك في الفروسية ومتى بلشته هل في أحد من الأهل كان مثلا فارس أو أحد من الأصدقاء وشجعك أنك بدش هذا المجال بالنسبة لي أنا كذلك بديت بعمر صغير أعتقد كان 12-13 سنة صديقة الوالدة كانت عيالها كانوا يركبون وشجعتها ودخلنا وهذاك يوم وهذا يوم لحد الآن أنا مستمر بس ودي أوصل معلومة ممكن تكون خاطئة عند بعض جماهي الفروسية رياضة الفروسية ما فيها أمر تبتدي فيه ولا لها أمر تنتهي فيه يعني أنت تكلم اليوم المصنف الأول على العالم أمره أعتقده بالستينات والثاني عمره 24 ما شاء الله أي فممكن واحد أمره 25-30-35 يبدي بهذه الرياضة فما فيه لها حد تبتدي فيه ولا فيها حد تنتهي يعني أنت وصحتك واخر أمرك لكن ممكن أن أنت تدخل لهذه الرياضة وأنت كبير بالأمر صحيح يمكن هذا المعلومة صحيح أنك نوهتها ووضحتها للمشاهدين يمكن يقول أنا وصلت عمر 35 ولا 45 وين أنا أتعلم أني أركب الخيلة وأكون فارس فعلا يمكن مالها عمر وهذه معلومة جدا جميلة يمكن الكل يستفيد منها هذا وصل عمر معين ممكن أهوى يشارك فيها بالنسبة لآخر سؤال نحن نسمع معكم نبي نعرف مشاركاتكم على مستوى الدولي أو الخارج نبلش معك شاء الله لله الحمد هالسنة حصل لنا أنا شارك في بطولات قطر الدولية كان في بطولتين والحمد لله يعني الأداء كان جدا ممتاز وحصلنا على مراكز وتم تكريمنا يعني من قبل نادي الصيد الفروسية وإحنا بعد بدورنا كرمنا الفرسان اللي شاركوا في البطولات اللي وراها فيعني الموسم هذا كان جدا ناجح على المستوى المحلي وللأمانة يعني أغلب الفرسان ومنه أخي أحمد المضاحكة يعني حبوا أن يشاركون بالموسم المحلي أكثر من الدولي لأنه كان الموسم المحلي جدا قوي ومثل ما يقولون يعني يخشوا خيلهم وطاقتها حق الموسم المحلي وفيه إنجاز صار يعني طبعا في هالسنة بالموسم الدولي ولازم الكويت كلها تعرف عنها عندنا الفارس علي الخرافي تأهل لكاس العالم وهذه أول مرة تصير في تاريخ الكويت وودنا يعني نسلط عليها الضوء ويستاهل يعني أخي علي وكان فيه فرسان ثاني نتائجهم جدا مشرفة منهم يعني البطولة الأخيرة الفارس راكان الحساوي مشاء الله يعني يكسب اثنين من أكبر لشواط يعني في بطولة قطر الدولية وباجي الشباب صراحة ما قصروا وأحمد يقدر يكمل بعد عمل ذلك طبعا أنا قبل الله أقول الحق أحمد يكمل أيضا نوجه رسالة لعلي الخرافي الله وفك يا رب في هذه البطولة لكأس العالم فعلا إنجاز راح نفتخر في كلنا على مستوى الكويت بالنسبة لك أحمد إنجازاتك على المستوى المحلي أو الخارجي أنا هالسنة والسنة اللي فاتت مع التشارك في طولة دولية كانت لي مسابقات قبل في كاس الخليج وغيره السبب مثل ما قلت لك على أدلعون أهني بالكويت صارت الجوائز جدا مقاربة للمستوى الدولي والمنافسة أقل وتعرف الحين حاليا نمر في الإغافة الرياضي فهالأمر هذه خلتنا نركز في الدولة المحلي التركيز في الدولي المحلي خلانا على استعداد أكثر المنافسة في البطولات الدولية ونقدر نشوف نتائج الفرسان الكويتين في بطولات قاطر الدولية على سبيل المثال قبل شهرين كانت عندنا خمس مراكز أولى من أصل تسع أشواط فأنا بوجهة نظري التركيز في الموسم المحلي هو اللي يطور الفرسان بالنسبة للمشاركات الكويتين الله أفكم سوا على مستوى المحلي أو الخارجي بشكل عام فعلا اللي قال وهذا هو الكويتي وهذه الكويتية اللي احنا افتخر فيهم كل الشكر لكم الفارس أحمد المضاحكة والفارس أعلاء السلطان وأمين سر المساعد بنادي الصيد والفروسية وعضو اللجنة المنظمة لكأس الأمير لغفز الحواجز شكرا أن يوجدكم معنا وكانت هذه حلقتنا لليوم شوفكم باشر في موعد يديد مع السلامة نسل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة